إمام عاشور يتفادى بروتوكول الإصابات ويستعين بساديو ماني لمواجهة الكونغو تثير إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي الجدل قبل مواجهة الكونغو في دور الستعشر بكأس الأمم الأفريقية حيث تعرضوا لارتجاج في المخ يتفاوض عاشور مع الجهاز الطبي للمشاركة متبعا سيناريو ساديو ماني الذي شارك وسجل هدفا رغم الإصابة في نسخة سابقة بروتوكول الإصابات يمنع مشاركة اللاعبين قبل مضي سبت أيام من التعافي لكن تجربة ماني تشير إلى إمكانية تجاوز هذا القيد في نسخة سابقة تحدى ماني بروتوكول الرأس وشارك بشكل طبيعي مما جعل الفيفا غير ملتزم بتكاليف الإصابة رغم مخاطر كسر البروتوكول يبدو أن إمام عاشور يستند إلى تجربة ماني لتحقيق مشاركته في المواجهة المهمة وفي حالة الموافقة يتحمل منتخب مصر المسئولية والتكاليف المحتملة رسالة دعم من ليفبول ليماني تسلط الضوء على تحديات اللاعبين في تجاوز إصابات الرأس ترجمة نانسي قنقر